موسيقى 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 اهلا بك في كناة Let's Practice English في الفيديو ده هنتكلم عن مئة جملة تقدر تساعدك ازاي تحسن المحدثة بتاعتك والكلام والconversation وبعد الفيديو ده هيبقى فيه فيديو عن امتحنا عنهم يعني تست بسيط هيكون على المئة جملة بتقدر تساعدك برضو انت تترجحهم تاني والحاجات اللي تحفظتها تاني عايزين فيديوهات اكتر عن الانجلش ممكن تقدر تتابعني على لينك اليوتيوب والإستجرام والفيسبوك ونبدأ بأول جملة معانا اللي هي I wanna ask you a favor يعني عايز اطلب منك طلب I اللي هو انا وانا اختصار want to بس عشان الامريكان بتكلموا بسرعة فبقت want to اللي هو يريد اختصارها وانا اكي ask معناها يطلب عارفة ان فيه ناس هتقول لي ده معناها يسأل اكي بس هي معناها الاثنين يطلب ويسأل a favor يعني طلب كلمة favor يعني طلب I wanna ask you a favor يعني عايز اطلب منك طلب for example مثلا هنقول shut the door please يعني افتح الباب لو سمعت shut the door please افتح الباب لو سمعت turn on the light please ولا نور او أضع النور turn on the light please أضع النور او اللوم turn off the light please يعني اطلب منك طلب turn off the light please اطلب منك طلب bring it to me please bring it to me please احضرها لي من فضلك اوكي يبقى bring لو انت عايز حاجة من حد ويقولك هتالي اوكي فحقول له bring it to me please احضرها لي من فضلك طب هو لو حد في ايده حاجة هو عايز اقوله اعطها لي هقوله give it to me please give it to me please يعني اعطها لي من فضلك طب كلنا عارفين كلمة get out get out معناها اخرج اخرج اوكي فلو عايز تقول لي حد اخرج فهتقول له get out بس دي اسلوبا مش مش لذيذة ومش تأدبا لان انا يعتبر بطرده فالبديل عنها فبنقولها step out step out ايه الفرق ما بينها step out معناها اخرج ولما خلصت على اوكي ده اسلوبا تأدبا اكتر بالنسبة عن get out it's my treat this time يعني العزومة دي علي او انا نحفها المورودي بيصلم بنا كثير او ان احنا بنزم على بعض وعايزين نخليها المورودي علينا فحنقولها it's my treat this time don't jinx me يعني ما تلحسنيش في عندك صحبك بيلحسك فحتقول له don't jinx me my house is your house بيتي هو بيتك دايما بتتقال لو عندنا ضيوف او حد خجول وهو عندنا زي صحبك زي ضيوف فحتقول له my house is your house ممكن نقولها تاني عشان نشيل الاحرك عنهم please make yourself at home please make yourself at home the food has gone cold please eat it ساعات بيبقى فيه خاجة لان هما يكلوا او حاجة فعيسوا لهم كله عشان الاكل برد فحنقول the food has gone cold please eat it طيب لو حصل في الشرب بذي coffee or tea هنقول بردو the drink has gone cold please drink it the drink has gone cold please drink it stop jumping and let me finish my sentences ما تقطعنيش في الكلام وخلينا كمل كلامي بتحصل كتير قوي نازل بتقطعنا في الكلام وما تخلناش نكمل كلامي فحنقول لها stop jumping and let me finish my sentences ما تقطعنيش وصد نكمل كلامي I'm just kidding you انا فقط بنزح معك عيسوا لحد انا بهزر معك والله انا كنت بهزر معك I'm just kidding you don't bother me don't bother me ما تدينيش او ما تزعجنيش don't bother me don't bother me زيها بالظبط كلمة I understand اللي انا فهمت فلما ها اقول لحد you got it انت فهمت تقولي yes I got it اوكي I don't know يعني انا مش عارف حدي بيسألك عن حاجة وانت مش عارف مكنها او عن شخص وانت مش عارفه هتقول له I don't know انا مش عارف you tell me the same thing every time and you don't do that انت تخبرني بذلك كل مرة ولم تقوم بفعله بالنسبة الناس اللي هتو عايدك وما بتنفزش الحاجة فعايز تقوله انت بتقولي كل مرة ده مش بتنفزه هتقوله you tell me the same thing every time and you don't do that اوكي please calm down ممكن تهدأ لو انت شايل حد من ده فعايز تقوله اهدأ او ممكن تهدأ فتقوله please calm down there is no big deal مش مشكلة كبيرة لما مثلا تيجي تعتزل حد وخلاص الامر كان نهيين فيقوله اوكي there is no big deal ما فيش مشكلة كبيرة او عايز تهدأ على حد تقوله ما تزعلش ان مش مشكلة كبيرة حتقوله there is no big deal اوكي you look upset تبدو منزعج او شكلك مدهي لو انت شفت حد مدهي فتقوله you look upset انت مدهي او شكلك مدهي i am on my way انا في طريقي اوكي i am on my way يعني انا في طريقي اه ودي طبعا بنسأل كتير صاحبنا هو انت فين فبنقول i am on my way news travel fast الاخبار بتوصل بسرعة وده بالنسبة لتلاقي دايما عندك كده صديق بيعرف الاخبار من كل حتة فتقوله عرفتم مين فيرد يقولك news travel fast يعني الاخبار بتوصل بسرعة يعني دايما متشرة في كل مكان اوكي you have got it all wrong دي كل الحاجات اللي بتقولها لي غلط يعني صاحبك بيجيولك الاخبار وكل حاجة بيقولها غلط فعايز تقوله يعني اي حاجة بتقولها لي غلط فعايز تقوله you have got it all wrong اوكي فتقوله ايه next time get the fact straight حاول المرة القادمة ان تؤتيني بالحقائق الصحيحة next time get the fact straight حاول ان تؤتيني المرة القادمة بالاخبار الصحيحة not my cup of tea يعني هذا الامر لا يعجبني حد بياخد رأيك فحاجة او حاسس ان الامر دا مش عقبك فهتقول not my cup of tea either one is fine اي واحد حيكون كويس حد بيقوله بتشرب شاي ولا قهوة او مثلا الجاكت دا الاحمر ولا الاغضر فبتقوله either one is fine اي واحد حيكون كويس i don't believe you i don't believe you انا لا اصدقك فحاجة تقوله حد انا بصدقكش فح تقوله i don't believe you go along with him سير معه هنا سير معه معنايا خدوا على قد عقله يعني حد مثلا بيكذب عليه كنت تعرف ان هو بيكذب او مثلا كلامه مدايقك او حاجة فتقوله خدوا على قد عقله go along with him as soon as possible يعني في اسرع وقت ممكن فبتقوله من حد نوعي بسرعة او يعملك الحاجة بسرعة as soon as possible ودائما الاختصار باتاعة تلاقيها asap don't relieve your secrets لا تكشف أصررك تنصح لحد وتقوله او عتقول سلك لحد don't relieve your secrets لا تكشف أصررك you are a brag you are a brag brag معناها متباهي you are a brag يعني انت متباهي او متفسك فمن صحه يقوله don't be a brag لا تكن متباهي stop bragging stop bragging توقف عن التفاخر be modest كن متواضعا be modest كن متواضعا كن متواضعا i need a second hand i need a second hand احتاج الى يد اخرى هنا يد اخرى معناها help مساعدة i need a second hand يعني احتاج الى مساعدة او حد يكون معايا يساعدني from the bottom of my heart من اعماق قلبي احتاج الى حد انا بشكرك من اعماق قلبي او انا بحبك من اعماق قلبي يبقى from the bottom of my heart keep in mind that this might happen خلي بالك ان ده ممكن يحصل دايما دي بنقولها لحد قريب مننا وعيزين انصحوا ان خلي بالك ان ده ممكن يحصل فانقوله keep in mind that this might happen that this might happen rethink what you are doing قعد التفكير في ما تفعله فان بنصحه اقوله فكر في اللي بتعمله كويس يبقى rethink what you are doing i know it very well انا اعرفها جايبا انا اعرفها جايبا يحد يقولك يتكلم عن حاجة اه والله انا اعرفها انا اعرفها كويس i know it very well i know it very well please tell me من فضلك اغبري please tell me frankly يعني بصراحة يعني انت قاعد مع صاحبك وقوله يكلمني بصراحة يبقى frankly بصراحة be frank كن صريح this is silly this is silly يعني هذا صخيف او تافه فشايف الامر صخيف او تافه فتقول this is silly وبرده تبقى وصفة للاشخاص لو انت شايف حد فتقوله you are so so انت سخيف جدا اوكي 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 you don't remember me تقريبا كده انت مش فاكي اوكي 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 بتحصل معانا كتير بتقابل حد و فبقى انت مش فاكره فيقولك it seems like you don't remember me i just have a question انا بس عندي سؤال فانت عايز تسأل حد تقوله بس انت عندي سؤال فتقوله i just have a question this is none of your business هذا ليس يعنيك احد بتطفل في حياتك ويسارك عنها او انت قاعد مع صاحبك ويقولك انت تتكلمنا عن اين وعايز بقى تكسف جبهته وتقوله this is none of your business دام الشغلك i don't wanna travel you لا اريد ان اطعبك فانت عايز تقول حد مش عايز اطعبك فاتقوله i don't wanna travel you please do يعني معناها ياريت فحد يقولك وصاعدك وصاعدك وكذا تقوله please do here it is لو حد مثلا بيتلوب منك حاجة فتقوله تفضل فتقوله here it is i am in hurry يعني انا مستعجل او انا في عقلة من امري i am in hurry يعني انا مستعجل lower your voice يعني وط صوتك عايز صوته محدي وط صوته فتقوله please lower your voice you can go now and we will talk later اه تفضل انت دلوقتي وتحدث في وقت ضح فتقوله you can go now and we will talk later i have my apps and towns معناها يعني انا عندي ايام الحلوة والسيئة بمعنى حد بيقولك مثلا how is your life حياتك عامل ايه تقوله i have my apps and towns يعني شوية كده وشوية كده الحياة بتكون كويسة معي شوية وسيئة معي شوية i am under the weather يعني معناها انا تعبان هنا مش معناها تحت التقس لا هنا يعني انا مريض okay i am under the weather okay what a coincidence يعني يا لها من صدفة شفت حد صدفة تقوله what a coincidence يعني انها صدفة you made my day you made my day يعني انت اسعتني او فرحتني فبتقول you made my day he is a lenient person هو شخص سهل او ثلث يعني مرن في التعامل he is a firm manager هو مدير حازم او شديد he is a firm manager he never listens to me هو مش بيسمع كلاني ابدا دايما بتنصح صاحبك ومسفعش كلمك فبتقول he never listens to me a piece of cake a piece of cake يعني سهل جدا عايز تقول حاجة سهل جدا فبتقول it's a piece of cake for example the test was a piece of cake اللي اختور كان سهل جدا don't drive over the speed limit يعني لا تسوق فوق الحد الأقصى الصراع صاحبك بيسوق الصراع جلونية فتقول له please don't drive over the speed limit i'm nearly there يعني قريبا منك او في الطريق صاحبك جاي في الطريق فبيقول لك انا اريد منك i'm nearly there i'm off tomorrow i'm off tomorrow off هنا معناها أجازة أنا مش شغال يعني بكرة i'm off tomorrow أنا مش شغال غدا يعني أنا أجازة بكرة it's not my fault ليس خطئي يعني ده مش خطئي it's not my fault it's my turn يعني إنه دوري and it's your turn وي دورك لما بنلعب game مع بعض نقول دوري ودورك it's my turn دوري it's your turn دورك that is insane that is insane يعني هذا جنوني يعني شيء لا يصدك that is insane that is insane يعني يوم عن يوم أنا بشتغل i work every other day i have no choice يعني أنا ما كانش عندي خيار أخر لم حد يدي قولك ليه عملت كذا وليه سويت كذا تقوله i have no choice ما كانش عندي خيار أخر talk to the hand يعني اتكلم مع نفسك لما حد مثلا مش مديك فصلا تتكلم ويقطعك في كلام أو الكلام مش عجبك لابستيجه وتمشي وتقوله talk to the hand اتكلم مع نفسك i dare you انا اتحداك لما تيه مع صحفك وتقوله انا اتحداك تقوله i dare you انا اتحداك he is so well off يعني هو غني جدا عايز توصف شخصه وتقوله ده غني جدا تقوله he is so well off i got embarrassed i got embarrassed يعني انا اتحرقت في موقف كان محرز بنسبلك تقول i got embarrassed انا اتحرقت my heart leaves يعني قلبي يقفز من الفرحة يعني من السعادة قلبي فرحان جدا فتقول my heart leaves كلمة leap يعني يقفز بس كافزة طويلة for example my heart leaves when i hear good news انا قلبي بفرح جدا لما بسمع خبار حلوة my heart leaves when i think of you انا قلبي بيقول فرحان جدا لما بفكر فيك my heart leaves my heart leaves when i think of traveling abroad انا قلبي بيصرح لما بفكر انا سيفر برا my mother was behind me امي كانت دعمة لي دائما طيب لما انت تكون عايز تقول حد انه وكان دائما بيساعدك ودعم لي تقول was behind me كان دائما دعم لي i have got enough to worry about يعني عايز تقول انا مش مستحمل او اللي فيه مكافيني تقول i have got enough to worry about okay don't pass the buck it's your fault يعني لا تتهرب من مسئولية انه خطأك لو لقيت شخص يتهرب من مسئولية عشان خطأ عمله فلازم تقوله don't pass the buck it's your fault i am fond of her يعني انا مغرم بها i am fond of her انا مغرم بها طيب fond of يعني مغرم بشيء for example i am fond of cooking انا مغرم بالطبخ you don't fall me لا تغدعني او لا تضحك عليك fall يعني يغدع او يضحك okay حد بيغدعك او يضحك عليك رابين تقوله you don't fall me remind me to call you يعني ذكرني انا اتصل بك مثلا احد منك انا عايز حاجة وانت من الشخص اللي بتنسى فلازم تقوله remind me to call you the dress suits you الفستان حلوة عليك لو انت عايز تقول لحد حلو عليك اي حاجة فطبعنا بنغير كلمة dress وكنت اضحك عليها jacket shirt anything يعني ونقول suits you suits you يعني يغليك بك او حلو عليك the dress fits you الفرق بقى fits you يعني على مقاسك لما تيجي تقول لحد حاجة ده على مقاسك تقوله fits you طيب حلو عليك تقوله suits you suits يعني يغليك بك او ينسبك يعني حلو عليك قوي we can eradicate this problem يعني نحن نستطيع ان نتخلص من هذه المشكلة او نحلها لما صاحبك كن خايف المشكلة حصلت مثلا تقول له ما تقلقش عن حلها يبقى تقول له we can eradicate this problem give it a try يعني جرب الامر ومش هتخسر فانت مثلا صاحبك خايف يجرب حاجة تقول له ومش هتخسر give it a try pie in the sky لما بتجمع لبعضها معناها ان الشيء ده مستحيل انه يتحقق pie اصلا معناها فطيرة in the sky يعني في السم بس لما تيجي مع بعض بيبقى بتدل ان الشيء ده عمره ما هتحقق خلاص ان صاحبك بيقول لك يا نفسي يبقى معايا فلوس كتير واسافر وتقول له it's just pie in the sky يعني الشيء ده عمره ما هتحقق i offer my apology يعني اقدم اتزوري نما تعمل مشكلة لحد او غلطة في حد تقول i offer my apology انا اقدم لك اتزوري i have to apologize to him يجب ان تعتذر له غلط مثلا في شخص او مثلا اخ فغلط اخو فقول له انت لازم تعتذر لي i have to apologize to him i apologize for my behavior فاعتذر عن تصرفي لما برضو تعمل حقيقة غلط تقول انا اعتذر عن تصرفي هذا فتقول i apologize for my behavior i accept your apology انا قبلت اتزورك انت اتزورتلي فانا اقولك قبلت اتزورك i accept your apology i need to take a long break اريد ان اخذ استراحة طويلة اه تعبين وعايز تاخذ استراحة طويلة اه وقت طويل يعني فتقول i need to take a long break i got fed up with my life يعني انا زهقت من حياتي طبعا دي يعني انا وقت ان احنا ملينا او زهقت من حياتنا فنقول i got fed up with my life عشان كده نقول i need to charge my batteries يعني اريد ان اشعل بطريتي وهنا بطريتي اللي هو النفسية بتاعتي او نشوتي فعايز تستعيد نشوتك تقول i need to recharge my batteries امفول يعني انا شبعين انا او شباط حد دي يازم عليك بلا اكلي تقولو امفول انا شبعين you know how to twist my arm هنا الجملة دي يعني الانسان اللي هو عارف نقطة الضعفة وقبيل عليك زي مثلا تقولو صاحبك انا عامل ضايت فيجي تاني يوم تجاب لك شاكلت واجاب لك كل حاجة بتحبها فتقولو you know how to twist my arm my hands are tied يعني ايديا متكتفة هنا متكتفة معناها i can't help you يعني انا مش قدر مساعدة بتطلب مساعدة من حد دي بس هو مش قادر يعني ممكن تطلب فلوس من صخبك بس هو معهوش بيقولك my hands are tied اوكي and now it's time to say see you next time اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة